في الحقيقة يعني الاهتمام مش بس بما يحدث في شرم الشيخ لأن الدولة أهم ما يميزها في الجمهورية الجديدة فكرة التضافر والاهتمام بكل قطاعات وكل مناح للحياة وتحديداً قطاع الصحة للقطاع الصحي ظهر خلال السنوات الأخيرة اهتمام شديد به الاهتمام ده ترجم ونفذ في اتجاهين في حيات العمر الاتجاه الأول كان إعادة تأهيل البنية أو البنية التحتية الصحية وتطورها علشان تكون مواجبة لتطور أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد اللي بدأت في عدد من المحافظات بالفعل أما الاتجاه الآخر فكان إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية يعني في توفير الخدمة للمواطنين أو لتوفير الخدمة للمواطنين بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالمياً بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة خلونا نعرف تفاصيل أكتر عما حدث في القطاع الصحي في مصر من دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير أستاذ أحمد أهلا وسهلا صباح الخير أستاذ جمانة صباح الخير يا دكتور صباح الخير دكتور إسلام خلينا أقول لحضرتك أو أسأل حضرتك كطبيب إيه اللي انت لمسته من تغيير ملموس وموجود على أرض الواقع في ملف الصحة في مصر وأنا يعني هاخد من المقدمة الجميلة يعني أنا كباحث وصيدالي يعني إحنا الفترة الأخيرة لو اتكلمنا على المحاور اللي حرك زكرتها في المقدمة البنية التحتية الموارد اللي موجودة الآليات بتاعة العمل والنتائج إنها توصل للمعدلات العالمية ده بالزبط الرؤية اللي اتحطت في آخر 8 سنين إن الصحة في 2030 نوصل عندنا بيسموها المنظومة الصحية المتكملة اللي بتشمل كل المصريين فأول حاجة مثلا البنية التحتية إحنا مهم جدا إن كان يبقى كل مواطن مصري في كل محافظة عنده آليات الوصول لخدمة صحية فده كان مهم جدا ده اللي تحط له خطة سواء من إطلاق التأمين الصحي الشامل إنه هو ياخد محافظة بعد محافظة أو حتى من الهيئات ووزارة الصحة اللي موجودة حاليا زي التأمين الصحي أو منظومة العلاج على نافة الدولة وأمانة المراكز المتخصصة إنها تكون مغطية كل المحافظات وكل الأماكن اللي جوا المحافظات بعد كده في الموارد كمان هي فكرة تقديم الخدمة الطبية فتقديم الخدمة الطبية إطلاق منظومة التأمين الشامل مثلا هي الفكرة بتاعتها إنه مفروض كل المصريين يكون عندهم تغطية صحية ما كان عندنا للأسف لو بصينا مثلا في 2010 مثلا كان عندنا 65% من الانفاق على الصحة جاي من جيب المواطن الانفاق الصحي كله على بعضه كان في حدود أوات 30% 35% لغاية 40% الهدف إنه نوصل لغاية 85% يبقى شامل الدولة والمواطن لو هيبقى فيه انفاق من جيبه هيبقى زي المعادلات العالمية اللي في حدود 10% لـ 15% لو حتى الخدمة يا فندم اللي بتكون مكلفة من قبل الدولة ما كريتش أحسن حاجة ده صحيح إحنا كان عندنا دايما مشكلة في الوصول للخدمة الطبية صحيح عندنا مشكلة في الأدوية الموجودة هل هي وفق لبرتوكولات العالمية ولا لأ فلو بصينا بقى مكررة مثلا بدلوقتي إحنا ابتدى يبقى فيه عندنا ببرتوكولات الموجودة إحنا الدواء كان زمان نقول الأسف يعني بينزل في أمريكا وأوروبا نقعد مستنيين وكذا سنة إحنا دلوقتي عندنا أدوية نزلت في نفس الوقت يعني أدوية مثلا دمور العضلات الشوكي ده نزل في أمريكا وبعاديه بكم شهر كان موجود في مصر صحيح فيه كذا دواء للأورام وأورام السدي بدون ذكر أسماء كان برضو كان بينزل الدواء في أوروبا أو في أمريكا فأقل من سنة الدواء بيكون موجود حتى لو الدواء لم يتم تسجيله تفرى للحياة في مصر في علاج فيروس سي وتوفير العلاج الخاص بي فيروس سي دي حملة هي أكبر حملة في التاريخ يعني تم علاج من 2019 في خلال سنة ونص مليون ومتين ألف مواطن مصابين بالالتهاب الكبد الوبائي فإحنا إطلاق المبادرات الرئاسية عموما في 2019 دي كانت طفرة لأننا نتكلم على منظومة المفروضة أن يتغطي الشعب المصري كله من أول ما قبل الولادة يعني من أول الأم العامل لغاية كبار السن فبالتالي إطلاق المبادرات واحدة بعد الثانية هي الهدف منها أن نحن يبقى فيه بيسموه بريدجينج أو حلقة وصل لغاية من التأمين الصحي الشامي ليغطي كل المحافظات في عشرين اتنين وتلاتين أن يبقى فيه برضو على مستوى كل المحافظات أمراض معينة محتاجين يبقى عليها فوكس محتاجين يبقى عليها رعاية معينة زي سرطان السدي زي الأورام حاليا زي التاب الكبد الوبائي زي مثلا ضعف السماء عند الأطفال زي التغذية زي مثلا أن إحنا محتاجين نهتم أن الأطفال يبقى ما عندهم مشكلة في التقزم وخلافه كل الحملات دي بتساعد أن أنا بقى عندي تطوير في ملف الصح ده نعكس مثلا برقم بسيط يعني إحنا نتكلم أن كان تقريبا ميزانيات الصحة 35 مليار لما حصلت الطفرة بقى نتكلم ميزانيات مثلا السنة بتاعت الكوفيد بقى 265 مليار ففيه طفرة رهيبة في الأرقام حاليا نتنا الحمد لله كوفيد تم زيادة في المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة الماضية الموازنة الماضية إحنا نتكلم تقريبا في حدود 180 مليار فده ورده زيادة يعني خليني نقول قلش نحلم بيها طبعا وهو فصل القطاعات الصحية مثلا إحنا كنا بنحلم بيها من زمان إن يبقى فيه حيئة مثلا للدواء فقط إن يبقى فيه حيئة للشراء والتخزين والاستراتيجيات التوريد فقط مختصة بده بس يبقى فيه عندنا منظومة للتأمين الشامل لوحدة يبقى عندنا إنتا ذكرت حاجة مهمة جدا للإعتماد والجودة إحنا يبقى عندنا حيئة للإعتماد والجودة منفصلة تماما عن الصحة تعرف أنها تحط المعايير إن لازم أي خدمة صحية تمشي بيه صديب تأخذ المستشفى التباع عن المستشفى بعد المستشفى لازم تكون ماشية مع المعايير الدولية للجودة فبالتالي أنا ابتدت أشتغل على ثلاث محاور دولي حركة قلتهم في المقدمة بالضبط البنية التحتية والموارد الأليات إنها إزاي تمشي وتشتغل لغاية ما المواطن يحصل على العلاج بعد كده في الآخر الناتج الإيجابي إنه يحصل بقى على العلاج أو الخدمة في الآخر نوصل لصحة أفضل اللي هي رؤية مصر 2030 صحة أفضل للمواطن أنا بس مش عايز إن المواطن اللي عنده مرض إنه هو يخف لأنا عايز المواطن صحته تتحسن صحيح حملات التدخين حملات السمنة التغذية دي كلها مش لعلاج مرض دي التفادي أمراض موجودة في المستقر للوقاية الزبط جدا طيب دكتور إسلام يعني إحنا انطلاقا من 2019 وإطلاق المبادرات الرئاسية وتم العمل بها على الفور جاءت 2020 كورونا فجأتنا وفجأت العالم كله واتضح إنه هذه الخطوة الاستباقية كان لها أثر كبير جدا على التعامل مع جائحة كورونا ويمكن مصر من غير مبالغة فعلا فجأت العالم كله بالتعامل مع هذه الجائحة لو هنعمل مقارنة بسيطة ما بين تعامل مصر مع جائحة كورونا ونأخذ أي مثال يعني أي دولة من الدول على سبيل المثال الأوروبية البعض أو كمعتقد أنها تتعامل التعامل الأمثل مع جائحة كورونا خلينا ندي مثال الناس كلها كانت قابلة 2019 بيقولوا ليه فيه انفاق وليه فيه هيئات وتغيير في المنظومة الصحية تهلي بان جدا الدور بتاعها في كوفيد فصل الاختصاصات اللي حصل ده خلينا نتعامل مع الجائحة بطريقة مختلفة ما كانش عندنا مثلا مشكلة في توريد المعدات الوقاية يعني نتكلم على الجوانتيات والمسكات احنا متهالي أول شهرين كان الناس بتقول أنا عايز مسكات الناس بتتخزن بعد كده بتدى يبقى فيه تصنيع محلي تصنيع المحلي احنا ما حسناش بأي نقص احنا حتى في العادي كان الصادلات كلها فيها مسكات كانت إشعات يعني حتى محدش كمان واجهة صعوبات في أنه يعني يحصل على أن كان جوانتيات مسكات ما كانش فيه أصلا مشكلة أول شهرين زي العالم كله كان فيه مشكلة تخزين من الناس اشتريت كتير بعد كده اتحلت كنا بنبقى للأشقاء كبان كنا بنورد للأشقاء احنا وردنا من المصانع والأدوية احنا كنا بننتج داخليا يعني اول ما حصلت الجائحة كان فيه أمر ان احنا نقدر ننتج كل بريتوكول كورونا جوا مصر مايبقاش محتاجين لحد ان احنا نستورد منه فبالفعل كل بريتوكول بتاع كورونا معادة دواء واحد بيولوجي كله كان بينتج من هنا والدواء الواحد ده تم الاتفاق مع الشركة ان يبقى فيه توريد سلس بحيث ان يبقاش فيه مشاكل فبالتالي فكرة ان انت يبقى عندك علاج كانت مشكلة في أوروبا وكانت مشكلة في بلاد كتير اللي هي ما عنداش انتاج محلي او اكتفاء ذاتي من الدواء احنا الحمد لله على مستوى مصر كلها مش بس في كوفيد عندنا اكتفاء ذاتي تقريبا 85% من انتاج الأدوية الموجودة حاليا طب ده اول حاجة للعلاج تاني حاجة ده نسبة تعتبروها كبيرة طبعا دي نسبة عالية جدا يعني احنا كمان مع مدينة الدواء الجديدة احنا ان شاء الله في غضون سنين ممكن نوصل يبقى عندنا اكتفاء ذاتي 100% او خلينا نقول 98% ان في بعض الأدوية اللي هي الأورفن دي غالبا برضو هيتم استراضة الحاجة التانية المهمة هي مستشفات العزل يعني سرعة ان انت تخصص مستشفات عزل للمرضى بحيث اننا ما بقاش عندي تكدس اللي شفناها في ايطاليا ما بقى نشوفش ان فيه ناس موجودة في الشارع وابتدى الناس مش لقية سرائر لان الحمد لله ما كانش عندنا المشكلة دي لو كان في عندنا مشكلة في الاول ان الناس كان اي حد بجي له كوفيد روح بعد كده المستشفى حصل دكادوس تحط سيستم سريع ان يبقى فيه حاجة اسمها هوم تريتمينت انت لو الحالة بتاعتك ميلد خفيفة اتعالج في البيت وما تجيش المستشفى إلي لو حصل واحد اثنين تلاتة اربعة والوزارة كانت بتبعت لكل مريض في البيت البروتوكول لغاية البيت فمثلا دي حاجة تانية حاجة غير كده في السياسة الصحية نفسها احنا شوفنا سياسة في السويد مثلا وفي السكندينيفين لما قالوا احنا كده كده نعتمد على مناعة القاطئة ومشانا نعمل حاجة انجلترا لما قالت كده كده ودعوا احباكم اصلا فكان كل السياسات الصحية هنقول الناس كان بي فيها اصرار يعني يحط السياسة ويصر عليه مصر كانت فليكسبل بيسموها في العلمتها اجايل يعني مارين كان كل يوم بيتم دراسة احنا مفروض نعمل اي نعمل نص اغلاق طب لا احنا هنخصص مستشفات اكتر طب لا احنا محتاجين يبقى فيه وقاية محتاجين الاعلام يكلم الناس يعملوا واحد من تاتارباع وكان فيه دور مهم جدا لحضراتكم في الناس تبع عارفة ان مثلا الفاكسين ما فيهوش مشكلة احنا مهما كان المشاكل اللي كلمنا فيهو في الفاكسين مصر ما فيهاش جماعات معادية للفاكسين زي اوروبا او زي امريكا الشعب ابتدا يبع عنده وعي مما شوفناش الناس اللي بتعملها تكتب ان الفاكسين فيه مايكروشيب وانهم عايز اعفره علينا حيات كانت بسيطة في السوشيال ميديا واختفت بسرعة نيجي اهم حاجة بقى في كل ده ان ده كله قليات النتيجة نفسها ايه احنا في النتيجة في عدد الوفيات وفي عدد الاسابات اللي استلزمت مستشفى كانت في اقل المعدلات على مستوى العالم ده دايما اللي يهمنا عشان ما نبقاش بنتكلم احنا عملنا ايه طب الناتج في الاخر ايه فده لو قررناه مثلا دول العالم الأوروبية مثلا لو قررناه بامريكا امريكا الغايد دلوقتي لسه فيها نسبة وفيات عالية النهاردة وفيات عالية من كورونا شفنا دول عملت مقابر جماعية احنا يعني دول اسيا كان يحصل فيها مشاكل كبيرة جدا الهند اكتر بلد حصل فيها المقابر الجماعية في الازمة بتاعة دلتا مثلا فحنا الحمد لله حتى دلتا لما جاء عندنا دي كتأعلى فترة فيها برضو وفيات مع ذلك كتأقل وفيات نسبيا ببقية البلاد اللي كان فيها يسموها سيرج او التفاقم بتاع الاصابات مرة واحدة في البلاد طيب دكتور سلبنا وحنتكلم على حذك ذكرت عدد من المبادرات زي المبادرة الاشمل والاعمة 100 مليون صحة ومن بثق منها من مصر خالية من فيروس سي مبادرة القضاء على السمنة والتقزم وغيرها من المبادرات اللي كانت بتشمل او تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي زي هذه المبادرات خففت الى حد الماء على المنظومة الصحية يعني لو اي مبادرة من الحلقة ذكرتها مثلا فيروس سي ده كان بيبقى فيروس سي بالذات مستقبل مواطن لان الشخص ده مرض صامت كان غالبا حتى لو تم الكشف عنه ده ما يدرش يسافر يشتغل في دولة خالجية كان بيبقى دايما عنده مشكلة في ان العلاج لازم يخش في مرحلة متقدمة انه كان بيكتشف لما الاعراض تظهر فانا محتاج ان انا اكشف عليه ولسه ما عندوش اعراض فاقدر اعالجه بدري ده كان الهدف احنا مصر كان دايما عندنا تصنيف انتوا اكتر بلد في العالم عندوكو فيروسي انتوا البلد الوحيدة لما تيجي تسافر المواطن بتاعك لازم يعمل كل التحليل عشان احنا خايفين من المواطن المصري في الشغل حاليا احنا مصر خالية من فيروسي حسب تصريح منظمة الصحة العالمية عملنا انجح كامبين انت لما تروح تعمل فحص لتقريبا 55 مليون مواطن مصري عشان تفحصهم لفيروسي ده رقم ما حصلش قبل الفترة الزمنية اللي عملت فيها ده واقل من الفترة اللي كانت محطوطة يعني كانت خط ان ده مفروض يوصل في سنتين ده خطت تقريبا في سنة ونص انت خلصت المدة بتاعتها اتعالج منها تقريبا مليون ومتين ألف نسبة النجاح بتاعتها كان 98% نجاح العلاج انا دايما بحب في الآخر نقول العلاج نفسه نجاح بقديه توفير العلاج كمان يا دكتور نفسه مش بس فكرة الكشف فقط او انت تتطمن او تاخد بالك لو فيه لا قدر الله فكرة توفير العلاج يعني زي ما حضرك قلت العملية كاملة يعني البروسيس نفسها كاملة من اول الكشف ولولا قدر الله فعلا موجود فكمان توفير العلاج ده صحيح وبالمجان يعني هو ما فيش اي مبادرة المواطن بيدفع فيها فلوس في العلاج حتى لو كان مثلا احنا قلنا في فيروسي العلاج بيتكلف في حدود 20 ألف مثلا احنا نتكلم في مبادرات الأورام تقريبا ممكن يتكلف مليون الشخص الواحد في العلاج ممكن يتكلف مليون المليون برضو متوفر مجانا وهي ميزة المبادرات انها جمعت كل الجهات تحت الصحة تشتغل مع بعض فالمواطن مثلا مثلا في السادي سرطان السادي اي مواطنة تقدر تروح تكشف من اي مركز تابع للوزارة الصحة موجود تابع المبادرة بعد كده لو كان في مشكلة هيتم انها تروح للبرايميري كير بعد كده تفحص تاني مع كده الاشياء والتحاليل مع كده تاخد العلاج كل العملية دي بتتم بكول سنتر بيكلم المريضة تروح تستلم كل في سيستن فيه سيستن والمتذك اللي حطت السيستن دا ساعتها كالشاب مصري يعني فكرة السيستن والمنظومة الإلكترونية اللي انت شغال بيها اللي عاملها شباب مصريين ايضا انت مستوردتش حتى كمان التكنولوجيا في التعامل المنظومة جاية من جوة وزارة الصحة فبالتالي برضو انت ما اضطرتش تشتري سيستن لما كانت المشروع او رقمانته بيتكلف فالسيستن دي بتتكلف ملايين الزدارات فانت عملته داخليا عندك الداتا موجودة غير كده الموضوع كان فيه زكاء كمان في المدارات ان مثلا انت عملت 50 مليون مواطن تقريبا انت فحصتهم كمان لضغط الدم والسكر فبقى عندك كمان وده بقى بقيت ببلاش كده كده الحملة موجودة فبقى عندك النسب اللي موجودة كام وطن مصري عنده سكر كام وطن مصري عنده ضغط احنا محتاجين نعالج الموضوع ده ازاي طب احنا محتاجين نعالجه في الصغر اللي عندنا مثلا سمنة عالية طب ما نعمل مبادرة للسمنة والتقزم نعم تمام والانيميا فبالتالي المبادرات بتجيب بعض كل ما يبقى فيه عندنا مشكلة ممكن تأثر على الصحة كل ما يبقى فيه داعي ان احنا محتاجين يبقى فيه مبادرة صحية جديدة فمسلا الانيميا والتقزم وكسر القامة والسمنة دي محتاجينها عشان نقلل من ضغط الدم نقلل من السكر اللي هو حاليا نشتغل على تغذية الاطفال في المدارس والحصائيات اللي طلعت صحيح لاننا احنا عندنا مسلا مشكلة في السكر احنا تقريبا 15 مليون مواطن مصري عنده مرض السكال دي من اعلى النسب فلازم تتحل ولازم تحل من المنبع لازم نشوف اصلها ايه ضغط الدم احنا زي نصل ل20% من المواطنين عندهم ضغط فده برضو رقم عالي يعني تقريبا 20 مليون مواطن صحيح فده كبار السن انا محتاج برضو ان انا يبقى عندنا اهتمام كبير بفوق السن المعاش الامراض اللي عندهم وما كانش عندنا مراكز كثيرة في الماضي على الجيرياتريك او اللي هو امراض الشيخوخة فبالتالي ابتدى دلوقتي يبقى فيه اهتمام ويبقى فيه فحص امراض الشيخوخة نفسها الاهتمام بتاعهم يبقى عامل ازاي كل ما هيبقى فيه دايما ده غير بقى كمان القضاء اصلا على قوام الانتظار قضاء على قوام الانتظار ده مبادرة عظيمة يعني مثلا خلي اقول لكم قوام الانتظار في انجلترا احنا حاليا فيه مليون مواطن على الويتنجليست على قوام الانتظار في انجلترا عشان العمليات احنا مصر عرفنا الحمد لله ان احنا نحط القوام الانتظار ده تخلص في خلال شهور حتى عملات القلب المعقدة فبالتالي المبادرات بتسلم بعض لغاية ما نوصل زي ما قلت حضراتكم في عشرين تلاتين يبقى عندنا مبادرة العامة ان صحة المواطن مصر تتحسن يبقى فيه تغطية شاملة لكل المواطنين المصريين ومعندنا تأمين صحي ايضا شامل لكل يعني الجوانب الصحية بيغطي او مظلة تأمينية للمواطن والمصري ده صحيح بالزبط يعني احنا التأمين الشامل التأمين الشامل الهدف منه بعد ما يغطي كل المحافظات بإذن الله على عشرين تلاتين يبقى كل المواطنين المصريين يقدروا يتاجهوا لأي مستشفى تابعة يحصل على الخدمة الطبية كاملة لعيلته بالمجان طبعا نتمنى ان شاء الله نشهد شهر بعد شهر نحن نشوف محافظات كثيرة نتقابل سانية يبقى عندنا نصف المحافظات إن شاء الله دكتور إسلام طبعا نورتنا وديبا نضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات السحرة وارتنا في صباح الخير يا مصر شكرا شكرا لك دكتور إسلام